يا ترى ايه الفرق ما بين الكروشي العادي والكروشي التونسي؟ ده كان سؤال النهاردة طبعا السؤال ده جالي من فترة وبعتذر ان انا ما جاوبتش عليه في وقتها ولكن هو كان محتاج شوية توضيح بالصور السلام عليكم زيكم عمليين ايه؟ ان شاء الله ياربكموا بألف خير النهاردة ان شاء الله هوضح لكم الفرق البسيط اللي موجود ما بين الكروشي العادي والكروشي التونسي طبعا هو مش فرق بسيط قوي الفرق طبعا بيقوم في القبر الفرق بيقوم في المنتج اللي بيطلع معنا الشكل الملمس حاجات كتيرة جدا وده اللي هوضحه لكم النهاردة طبعا اول فرق واهم فرق هو الابر الحاجة اللي بتطلع لنا النتيجة اللي احنا عايزين اصلا نعرف عنها ابر الكروشي العادي كلنا عارفينها سواء بقى هي استلس بقيت خشب سواء هي خشبية كلها بلاستيكي معدن ابر امجرومي ابر عادية ابر الرتان ايا يكون نوع الابرة احنا خلاص يعني الكروشي العادي احنا فاهمين كتير جدا عنه الفرق ما بينه بين الابر التنسي زي ما انتو شايفين دي ابرة تنسي والطول بتاعها حوالي من كمسة وعشرين لتلاتين سنتي ممكن تلاقي ابرة الكروشي العادي شبيهة شوية بابرة الكروشي التنسي لو الابرة بتاعتي بسلكة او بتتربط اللي هي الابرة الدائرية اللي انتو شايفاها حاليا دي ابرة تنسي بس صغيرة او دائرية كمان كل ابرة من الابر دي بقدر اشتغل بها حاجة معينة وزي ما فيه ارقام صغيرة وارقام كبيرة وابر امجرومي ابر خشبية ابر مش عارف ايه في الكروشي العادي برضو نفس النظام في الكروشي التنسي بتلاقي ابر معدنية زي اللي انت شايفاها بتلاقي ابر خشبية زي اللي انت شايفاها في الصورة حاليا بتلاقي ابر دائرية يعني باتنين خطاف او خطاف واحد بتلاقي ابر دائرية بسلك يعني فيه تفاصيل كتيرة شوية بتلاقي الكروشي التنسي رايح ما بين مرجحة كده ما بين التريكو والكروشي العادي فبتلاقينا وإحنا شغالين في الكروشيه التونسي أحيانا نستخدم الإبرة الدائرية اللي هي شوية بتبقى شبه التريكو لأن لها سلك وتفاصيل من دي وأحيانا تلاقينا شغالين بإبرة صغيرة عشان بنقفل بيها الشغل حلا تلاقينا شغالين كروشيه تونسي بالإبرة دي عشان هي بديل للإبرة اللي انت شايفها حاليا ففي تنوع وفي تشكيل كتير عشان في النهاية يطلع لي شكل نسيج شبه كده طبعا دي غرزة بيزك قوي اسمها الغرزة العدلة موجودة هتلاقيها في القيمة انت شايفها حاليا وهتلاقي كمان تفاصيل أكتر لو خدتي جولة في القناة كمان كل إبرة وليها مقاس يعني هتلاقي المقاس على القطعة زي ما انت شايفها كده وطبعا بيطلع معي النسيج زي ما انت شايفها كده طبعا لرقم الإبرة بيطلع معي النسيج كمان إبرة الكروشياء التنسي بقدر اشتغل الصف وحرر الصف بعد ما خلصه بالزبط مش زي إبرة التريكو اللي لازم أفضل مخلية كل حاجة على الإبرة لحد ما خلص كل حاجة أنا بعملها في فروق وكمان شغل الكروشياء التنسي تبعا لرقم الإبرة بيكون يعني شغل اللسيج أو الحاجات اللي هي المفتاحة كده واللي هي زي ما انت شايفها كده حاجات اللي هي المفتاحة لسيء أو شنط أو أيا نياكن بتكون برضو طبعا لرقم الإبرة وكل إبرة وبتطلع شغل معين دي كانت اختلافات بسيطة ما بين الكروشياء العادي والكرشياء التنسي وشكل النسيج طبعا بيكون زي ما انت شايفها مختلف عن الكروشياء العادي أقرب منه للتريكو من الكروشياء بنقدر نطلع ملابس بنقدر نطلع بطنيات بنقدر نطلع حاجات كتيرة بتكنيكا المختلف عن الكروشياء العادي كمان شكل الملابس بيطلع أقرب للجاهز وللتريكو منه للكروشياء والشغل التقليدي اللي احنا متعودين عليه